الحذية عشر مساء بتوقيت أبوظبي السابع بتوقيت جرينج إسرائيل وغزة وصاطة مصرية لتفادي المواجهة العسكرية يومان من تبادل القصف بين إسرائيل وقطاع غزة قصف أذكى مخاوف الطرفين من احتمال تحول المنوشات بين الجيش الإسرائيلي وسرايا القدس إلى مواجهة عسكرية مفتوحة مواجهة قد تجر معها حركة حماس التي تحكم القطاع وبالتالي تخرج الأمور عن السيطرة في مثل هذه المواقف كانت مصر على الدوام لعبا أساسيا في الوساطة بين الطرفين غير أن تردي العلاقة مؤخرا بين القاهرة وغزة أثار علامات استفهام حول رغبة مصر في الاستمرار بلعب دور الوسيط لكن مصر لم تتخلى عن هذا الدور إذ يقول العارفون ببواطن الأمور إن كل ما يجري في غزة يؤثر بشكل أو بآخر على الأمن القومي المصري ومهما غضبت القاهرة من غزة فإنها لا يمكن أن تتجاهل ما يحدث هناك إسرائيل وغزة وساطة مصرية لتفادي المواجهة العسكرية هذا هو موضوع حوارنا الليلة على سكاينيوز عربية حوار الليلة مع مهند الخطيب اسرائيل وغزة وساطة مصرية لتفادي المواجهة العسكرية هذا هو موضوع حوارنا الليلة أرحب مرة أخرى بضيوفنا سيكون معنا من غزة بعد قليل الكاتب والباحث السياسي حسن عبدو ومعنا من ربالله أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت الدكتور غسان الخطيب ومن القاهرة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور حسن نافع أذكركم أيضا أن بإمكانكم المشاركة معنا في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعينا تويتر وفيسبوك مرحبا بالضيوف دكتور حسن سأبدأ معك سريعا تحركت مصر يعني بعد ربما ساعات قليلة على بدء هذه الأزمة الأخيرة وتوصلت إلى تثبيت الهدنة بين الجهاد هذه المرة وبين إسرائيل بداية تحرك سريع ولافت لماذا تحركت مصر بهذه السرعة على رغم من تردي العلاقة بينها وبين غزة مؤخرا لمصر ارتباط عميق بالقضية الفلسطينية ويعني أي تدهور للأمن على حدودها سوف يؤثر بالتالي على الاستقرار في مصر لكن طبعا لم يكن متوقعا أن تندلع أزمة بهذه السرعة لأن إسرائيل في وقع الأمر تسعى باستمرار إلى الصيد في المياه العكرة والمياه العربية الآن ليست رائقة وبالتالي أظن ليس لدي معلومات محددة في هذا الشأن ولكن أظن أن القاهرة أدركت على الفور أن الأوضاع الحالية يمكن أن تكون فرصة بالنسبة لإسرائيل سواء لاختبار النواية المصرية تجاه القضية الفلسطينية أو لوضع الفصائل الفلسطينية أمام عملية يمكن أن تؤدي إلى تصعيد لن تخدم في نهاية المطاف لا مصر ولا القضية الفلسطينية وتريد أن تستغل التوتر الحادث حاليا في العلاقة بين مصر وحركة حماس إلى آخره وبالتالي حسنا فعلت مصر عندما استطاعت أن تحتوي هذه الأزمة وتحول دون التصعيد ولكن علينا أن نتوقع أن كل طرف يحاول استثمار الوضع لصالحه وربما تكون القضية الفلسطينية هي الخاسر الأكبر في النهاية مصر مجغولة بأوضاعها الداخلية الآن ولا تريد التوتر على حدودها الشرقية والبعض داخل فلسطين ربما يحاول اختبار النواية المصرية خصوصا بعد تأزم العلاقة مع حماس ويريد أن يرسل إشارة ربما تكون سلبية أن مصر تخلت عن القضية الفلسطينية لكن هذا التحرك السريع يؤكد مرة أخرى أن مصر تميز بين موقفها الطبيعي من القضية الفلسطينية وبين الخلافات التي قد تكون عابرة أو التي قد تحدث بين الفينة والأخرى مع هذا الفصيل أو ذاك من فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية طيب دكتور حسن دعني أشرك معنا أيضا الأستاذ حسن عبدو من غزة الكاتب والباحث السياسي مساء الخير أستاذ حسن مرحبا بك معنا بداية هناك أخبار لا أدري مدى دقتها تشير إلى أن الصواريخ ما زالت تنهمر من قطاع غزة على المناطق المحاذية للقطاع داخل إسرائيل بداية هل لديك أي تأكيد من غزة على هذه المسألة؟ عمليا ما جرى من رد للمقاومة بالأمس توقف وبعد أيضا قامت إسرائيل بعدوان لمناطق مفتوحة وردا محسوبا نجد أن هناك بعض الخروقات تمت اليوم من الجانبين قامت إسرائيل ظهر اليوم بقصف مناطق في منطقة رفح يوجد بعض الإطلاقات من قطاع غزة وكل عمليات التهدئة في السابق شهدت نفس هذا السيناريو ونفس هذا المستوى يكون هناك تراجع في حجم الاشتباك والإطلاقات من الجانبين ثم يعم الهدوء إذا ما توافق الجانبان للتهدئة والعودة إلى قواعد اللعبة والتوازن الذي وجد في عام 2012 نعم ولكن سؤالي هو مسؤولي حركة الجهاد أكدوا أن هناك تثبيت لهذه التهدئة منذ صباح اليوم ونحن نسمع هذه التصريحات كيف يمكن أن نفسر انطلاق صواريخ قبل قليل إذا كان هذا الكلام مؤكدا أنت تعلم والجميع يعلم أن الفصائل الفلسطينية المسلحة هي ليست على نفس البرنامج ولكن هذه المرة نحن نتحدث عن الجهاد تحديدا صحيح لا أعتقد أن الجهاد أعلن مسؤوليته عن ما تتحدث عنه من إطلاقات لم تعلن أي مسؤولية بعد الرد الواسع من سرايا القدس توقفت في ردها ولم تعلن هي عن أي إطلاق جديد بعد ما قامت به أمس وبالتالي هذه يمكن أن تكون من قبل مجموعات لها رؤية مغيرة مغيرة نهائيا فيما يتعلق بالتهدئة ولكن عمليا من خلال التجربة كل محاولات التهدئة وبعد أي اندلاع مواجهة مع الاحتلال نشهد حالة مشابهة تماما حيث يكون هناك إطلاقات من الجانبين ثم تتراجع لتختفي في النهاية سأشرك معنا الدكتور غسان الخطيب من رمالة مساء الخير دكتور غسان مرحبا بك معنا بداية حركة حماس هذه المرة تبدو إلى حد ما خارج هذه المسألة المتحدث باسم حماس فوزي برهوم أكد في لقاء صحفي أن الوسيط المصري لم يتواصل مع الحركة وأن حماس لن تمنع أي من الفصائل لم تمنعها من حق الرد على الاتداءات الإسرائيلية هل بالفعل من وجهة نظرك حماس يمكن أن تكون خارج هذه الترتيبات أم أن حماس كونها الحاكم الفعلي في قطاع غزة يجب أن تكون بشكل من الأشكال ضمن هذه التفاهمات بالرغم من أن إسرائيل حاولت في أكثر من تصريح من تصريحات مسؤوليها أن تزوج حركة حماس في المسؤولية بحكم كون حركة حماس هي الجهة التي تدير وتتولى المسؤولية العامة في قطاع غزة إلا أن حماس أصرت على أن تنأى بنفسها عن هذه المواجهة وبالتالي كان التصعيد الإسرائيلي موجها بالدرجة الأولى إلى الجهاد وكان الرد بالدرجة الأولى من الجهاد وبالتالي الطرف الذي تم التفاوض معه عبر الوسيط المصري هو أيضا حركة الجهاد وحتى نضع الموضوع في سياقه السياسي من الواضح أن إسرائيل كانت تبحث عن مبررات للتصعيد سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة وأذكر بأن الثمانية وأربعون ساعة التي سبقت التصعيد في غزة شهدت أيضا عمليات قتل وتصعيد في الضفة الغربية كان آخرها استشهاد طالب من جامعة بيرزيت وكان هذا هو الشهيد الرابع خلال ثلاثة أيام في الضفة الغربية وتبع ذلك تصعيد في قطاع غزة ويكاد يجمع المحللون حتى في إسرائيل ولكن بالدرجة الأولى في فلسطين بأن إسرائيل تعاني نوع من الموقف السياسي الحرج فيما يتعلق بقضية المفاوضات وفيما يتعلق بإسرار الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار في الاستيطان رغم تصاعد معارضة المجتمع الدولي خاصة في أوروبا والشعور بالحرج لدى الولايات المتحدة تجاه السلوك الإسرائيلي فإن إسرائيل يبدو أنها تبحث عن مخرج يتمثل في التصعيد الأمني لذلك صعدت في الضفة الغربية وتصعد الآن في قطاع غزة ولكن لحسن الحظ يبدو أن هناك إدراك في قطاع غزة لهذه الرغبة الإسرائيلية المبيتة والأهم من ذلك أن الطرف المصري تصرف بمسؤولية عالية لأنه في نهاية المطاف يعني غزة لا تساوي حماس لأنه هناك شعب فلسطيني في غزة ومصر تتعامل بمسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إضافة إلى المصلحة المصرية الأمنية أيضا التي تفضل الدكتور حسن وتحدث عنها والتالي التحرك المصري لا شك التحرك المصري لا شك أنه ساعد في وضع حد للرغبة الإسرائيلية في التصعيد وفي تقديري وهناك أيضا بعض المعلومات أن الولايات المتحدة ولأسباب تتعلق بقلقها على أثر التصعيد على عملية السلام التي تدورها كانت أيضا ومن طرف خفي تشجع الطرف المصري على التحرك وأيضا تحاول أن تثني الطرف الإسرائيلي عن عملية التصعيد الدكتور حسن عندما يقول الدكتور غسان غزة لا تساوي حماس قد يكون هذا صحيح من الناحية المعنوية ولكن عمليا حماس هي من يدير شؤون القطاع البعض يقول أنه لا يمكن لأي فصيل من الفصائل الفلسطينية في غزة أن يقوم بأي عمل عسكري بدون التنسيق على الأقل إذا لم نقل موافقة وضوء أخضر من حركة حماس هل ستجد مصر نفسها في نهاية المطاف مضطرة للحديث حول هذه المسائل مع الحركة على الرغم من شبه قطيعة في الآوين الأخيرة حتى ولو كان هناك تنسيق بين حركة حماس وحركة الجهاد فالوضع في غزة هو مسألة في غاية الأهمية بالنسبة لمصر هذه قضية أمنية مهمة جدا وكما تفضل الدكتور غسان هناك قضية فلسطينية هي أكبر من حماس وأكبر من فتح وأكبر من أي فصيل آخر وهي كانت على الدوام قضية قضية مصرية قضية أمن وطني مصري وبالتالي في اللحظات الحارجة تنسى مصر خلافتها مع أي فصيل فلسطيني يقود سواء كان يقود في غزة أو يقود الحركة الوطنية الفلسطينية عموما والخلافات بين مصر وبين هذا الفصيل أو ذاك ليست وليدة اليوم حتى في زمن الرئيس الراح الجمال عبد الناصر نتذكر مثلا ما حدث عام 1969 بعد قبول عبد الناصر مبادرة روجرز حدثت خلافات واتهم عبد الناصر بأنه باع القضية الفلسطينية إلى آخره وتم إغلاق الإزاعة الفلسطينية في القاهرة يعني هذا يحدث بين الحين والآخر في كثير من الأحيان تتصرف الفصائل الفلسطينية بدرجة يعني عالية من الاستقلالية وقد لا تتطابق المواقف لكن في نهاية المطاف لا تنسى مصر أبدا مسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية ويهمها في المقام الأول بل أن يكون هناك نوع من الاستقرار لكن طبعا لا نستبعد أن يكون هذا الفصيل أو ذاك راغب في التصعيد أيضا لكي يحرج مصر أو لكي يحرج أي أطراف أخرى ومصر أظن أنها واعية بهذه المسألة وبالتالي تحاول قدر الإمكان أن تقوم بدورها وأن تجعل كل طرف يعني في مواجهة مسؤولياته وفي نهاية المطاف بقدر ما أن القضية الفلسطينية هي مسؤولية فلسطينية أولا وقبل كل شيء فهي أيضا مسؤولية مصرية ومسؤولية عربية وكل طرف يحاول أن يعني يتعامل مع هذه القضية بالطريقة التي تحقق مصالحه الوطنية سواء كانت على الصعيد الفلسطيني أو على الصعيد المصري أو على صعيد أي طرف آخر ولذلك من مصلحة مصر في هذه اللحظة ألا يكون هناك تصعيد وأي طرف فلسطيني يتجاوب مع المنطق المصري ويتفهمه سوف تتعاون معهم مصري بلا جدال أستاذ حسن هل بالفعل هناك ربما بعض الفصائل بعض الجهات في قطاع غزة التي تريد بالفعل يعني اختبار النواية المصرية تريد إثبات أن هناك تغيير فعلي في الموقف المصري إذا ما يجري في غزة وفلسطين بشكل عام من خلال إطلاق مثل هذه الصواريخ كما أشار إلى ذلك الدكتور حسن قبل قليل لا أعتقد ذلك هذا سياق مختلف تماما ودعني أوضح سبب ما جرى عمليا من رد واسع لسرايا القدس إسرائيل تحاول أن تستثمر حالة الانقسام الفلسطيني والانشغال العربي ومنذ فترة تمارس عدوان هدفه الأساسي هو الإخلال بالتوازن القائم والذي جرى بعد العدوان 2012 وتغير قواعد اللعبة هي أعطت لنفسها حقا بالاجتياحات داخل حدود قطاع غزة وهي أيضا أعطت لنفسها حقا بالاغتيالات تحت ذرائع متعددة وهي أيضا قلصت مسافة الصيد البحري إلى ثلاثة أميال بعد أن كانت ستة أميال وتطلق الرصاص على الصيادين يوميا والمزارعين في المناطق الموازية للحدود وبالتالي هناك كان صمتا من المقاومة نظرا للبيئة الإقليمية الغير مواتية للمقاومة وأيضا لظروف محلية ترى بأن لا بد من التجلد أمام الخروقات الإسرائيلية ولكن عندما أرادت إسرائيل أن تثبت مثل هذا كأمر واقع خرجت سرايا القدس برد واضح وباستراتيجية واضحة حيث قامت برد محسوب ودقيق قال المناطق القريبة من الحدود رغم قدرتها على قصف التجمعات السكانية الأكبر كبير السبع وأزدود وأيضا تصل إلى تل أبيب إلا أنها قامت برد محسوب وقالت بأنها سترتقي في ردها وفقا لحجم العدوان الإسرائيلي إذا ما أرادت إسرائيل التصعيد وبالتالي المسألة هنا مرتبطة بإخلال التوازن الذي حققته المقاومة بالدم والتضحيات والذي جاء ضمن توافق مكتوب حسن حسن دعني أقاطعك هناك تغريدة الآن صدرت عن أفغاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قبل حوالي دقيقتين يقول فيها المخربون في قطاع غزة يواصلون اعتداءاتهم التخريبية ويلعبون بالنار القبة الحديدية تعترض صاروخ عبثي أطلق باتجاه مدينة نتيفوت الجنوبية إذن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يؤكد بالفعل أن الصواريخ ما زالت تنطلق من قطاع غزة أي تعليق لك على هذا الموضوع المعروف خلال اليومين السابقين والصحافة الإسرائيلية أكدت هذه المسألة أن القبة الحديدية كانت نائمة تماما ولم تعترض أي صاروخ من الصواريخ التي أطلقت ربما يكون ذلك دعاية لإظهار حالة فيما يتعلق بهذه المنظومة لأن هذه السمعة الدولية اليوم لهذه المنظومة ستؤثر عليها بشكل كبير خاصة وأن تم إنفاق مليارات على هذه المنظومة وبالتالي ربما المسألة تتعلق بأمرا دعائيا وإن كان يمكن أن يكون هناك بعض الإطلاقات من غزة وقلت قبل قليل بأن إسرائيل قامت ذهر اليوم بقصف لمنطقة في رفح منطقة مفتوحة وقالت إسرائيل أنها قامت بذلك وأنت تعلم والجميع يعلم أن هناك اختلاف وجهات النظر داخل الفصائل الفلسطينية وربما هناك من يرى بأنه واجب أن يرد على ما جرى اليوم من قبل الاحتلال الإسرائيلي نعم قد يكون هناك خلافات أود أن أسألك بعد الفاصل أستاذ حسن عما إذا كانت بإمكان أي فصيل فلسطيني القيام بأي عمل عسكري بدون ضوء أخضر من قطاع غزة أود أن أسأل أيضا ضيوفي الآخرين حول موقف السلطة الفلسطينية مما يجري في قطاع غزة فاصل قصير نعود بعده لمواصلة هذا الحوار هذه الآن بعض المشاركات التي وردت من المشاهدين راعد صالح على فيسبوك يقول اتفاقات الهدنة بين الفلسطينيين وإسرائيل لا تدوم طويلا لأن تطورات على الأرض تختلف من حين إلى آخر حاتم بسيسو من جهته يرى أن اتفاق الهدنة في هذا التوقيت يصب في صالح الفصائل الفلسطينية ولا يخدم إسرائيل محمد رمضان من جهته يتساءل لماذا تطورت الأمور في قطاع غزة بسرعة كبيرة ثم ما لبثت أن هدأت بسرعة أيضا محمد عبد الله من جهته يقول القاهرة تتصرف من منطلق حرصها على المصالح الفلسطينية بالإضافة إلى حرصها على أمنها القومي أما أحمد شتوري فيعتقد أن على الرغم من توتر العلاقة بين القاهرة وحماس إلا أن الملف الفلسطيني لا يزال على رأس أولويات الأمن القومي المصري محمد نصر على تويتر يقول إسرائيل هي المستفيد الوحيد من وقف إطلاق النار لأن أي تصعيد يهدر من قدراتها العسكرية والمادية أيمن المغازي من جهته يرى أن كل الأطراف تعمل لمصلحتها ولا يهتم أحد لمصلحة الشعب الفلسطيني أخيرا ليلى عبد الله على جوجل بلاس تقول التهديئة تصب في صالح كافة الأطراف فالمنطقة لا تحتمل أي تصعيد جديد أو أي فتح جديد لجبهات للصراع دكتور غسان في رامالله ما رأيك هل بالفعل كما قال أحد المشاهدين التصعيد أو اتفاق الهدنة في هذا الوقت يصب في صالح الفصائل الفلسطينية ولا يخدم إسرائيل نعم أعتقد بأن وقف اطلاق النار الذي بادرت إليه مصر هو في مصلحة الجانب الفلسطيني في مصلحة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لأن الشعب الفلسطيني كان هو الطرف الذي سيدفع الثمن وهو أيضا لصالح الفصائل الفلسطينية المختلفة وخصوصا حركة حماس بالمناسبة لأنه أعتقد أن هناك جانب يجب الانتباه له هذه التطورات الأمنية في قطاع غزة وضعت حركة حماس في موقف محرج فهي التي تدعي عادة أنها الطرف القائد لعملية المقاومة نرى موقفها ووضعها مهمش في هذه التطورات سواء ميدانيا على الأرض أو على مستوى الاتصالات والمفاوضات أو على مستوى عملية إنهاء وتطويق هذا التصعيد الأمني وأعتقد بأن هذا يشكل استمرارا للأزمة التي تعيشها حركة حماس والتي أحد جوانبها تراجع حلفائها عن دعمها سواء إيران أو الظروف الحالية في سوريا أو التغيرات التي حصلت في مصر والآن نرى أن تطورات ميدانية هامة لا تكون فيها حركة حماس هي اللاعب الأساسي وهذا سوف يكرس الاختلال في موازين القوى الذي ظهر في الأشهر الأخيرة لصالح الجهاد الإسلامي وفي غير صالح حركة حماس وبالتالي عملية التوقف أو الهدوء أو التهدئة أو تراجع عملية التصعيد هو في نهاية المطاف لصالح الأطراف المختلفة في قطاع غزة لصالح الجهاد لأن التطور كان يمكن أن يؤدي إلى مزيد من البطش الإسرائيلي بهم وفي صالح حركة حماس لأن التصعيد كان سيكرس هامشية حركة حماس التي ظهرت في هذه المرة وأكثر من كل هذا كان يمكن أن يكون على حساب المواطن الفلسطيني في قطاع غزة الذي دائما يدفع الثمن طيب دكتور حسن مصر لا شك مرتاحة لتهميش دور الحركة كما يقول الدكتور غسان ما رأيتك؟ بالتأكيد إذا كان هذا بالفعل مؤشر على تهميش الحركة مصر تنظر الآن إلى حركة حماس باعتبرها امتداد طبيعي أو جزء من التنظيم العالمي لجماعة الإخوان في مصر التي تعتبر هي العدو الرئيسي أو الطرف المقاوم للنظام الحاكم في مصر حالياً وبالتالي طبيعي أن يكون من مصلحة هذا النظام إضعاف حركة حماس لصالح الفصائل الأخرى سواء كانت حركة الجهاد في قطاع غزة أو لصالح السلطة الفلسطينية في الضفة التي يفترض أن تكون هي السلطة الشرعية التي يتعامل معها المجتمع الدولي ككل ولكن دعنا نكون صرحاء تماماً الذي يقود التفاعلات ويساعد أو يهدى هو الطرف الإسرائيلي لن يستطيع أحد على الإطلاق أن يجبر إسرائيل على التهدئة ما لم يكن لها مصلحة في ذلك وإسرائيل هي التي تضبط الإقاع بالتصعيد أو بالتهدئة وتعاقب هذا الطرف أو ذلك لكنها توظف كل التفاعلات العربية العربية والتفاعلات الفلسطينية الفلسطينية لمصلحتها وللأسف الشديد فإن الوضع الفلسطيني بشكل خاص والوضع العربي بشكل عام يشجع إسرائيل على أن تكون هي الطرف المستفيد النهائي من أي تفاعلات كانت سواء كانت تفاعلات تتعلق بالتصعيد أو تفاعلات تتعلق بالتهدئة المؤقتة لكن الإستطان الإسرائيلي للأرض الفلسطينية مستمر تآكل القضية الفلسطينية مستمر إسرائيل تحاول فرض تسوية بشرطها وتعتقد أن الأوان قد آن أو أنها أصبحت قابة قوسينة أو أدنى من فرض شرطها طبعا هناك أطراف أعتقد أعتقد فقدنا الاتصال على الأقل مرحليا مع الدكتور حسن أرجو أن نتمكن من إصلاح هذا الخلل أستاذ حسن ما رأيك عدة نقاط أثارها الدكتور حسن أولا أن إسرائيل هي من يضبط إيقاع كل هذه التطورات مصادر إسرائيلية أصلا إسرائيل لا تعترف بمسألة أن هناك اتصالات بشأن التهدئة والهدنة وتقول أنها لا تفاوض منظمات إرهابية وأنها سترد على الهدوء بهدوء هل بالفعل إسرائيل هي من يضبط الإيقاع؟ أثنين هل بالفعل حركة حماس أصبحت في وضع مهمة فيما يتعلق بالإمساك بزمام الميدان بدون شك نحن لا نقلل من قوة إسرائيل وقدرتها ولكن علينا أن نتنبه إلى أن المقاومة اليوم تملك من إمكانية الرد ما يجعلها بالفعل تستطيع من خلال الرد للمقاومة أن تعطل الحياة اليومية في معظم التجمعات السكانية داخل دولة الاحتلال وبالتالي المسألة هنا اليوم هي نقطة التقاء توازن لأول مرة السواريخ تصبح معادلة يحقق بها الجانب الفلسطيني قدر من التوازن وقدر من الردع أيضا الإسرائيل التي هددت في بداية رد المقاومة بسقف مرتفع لم توفي ما تعهدت به في هذه التهديدات واتبعت سلوكا جديدا هذا اليوم وقالت بأن هناك لا يوجد خيارات غير التهديا وبالتالي لا نقلل من قدرة إسرائيل على العدوان ولكن نشكك في قدرتها بالنجاح وقدرة المقاومة بالرد أما فيما تعلق بحركة حماس أيضا لا يمكن أن نقرأ عدم ردها ودخولها المعركة بأنه تهميشا يكفي أن حماس تبقى متنمرة ومتجلدة وتسمح للقوى والفصائل الأخرى بالرد على إسرائيل فأن هذا هو مقاومة ذكية هل تعتقد أن الجهاد نسقت بالضرورة مع حركة حماس قبل إطلاق هذه الصواريخ؟ ليست لدي معلومات كافية بوصف هذه المسألة مسألة عسكرية ولكن لا نستبعد ذلك باعتبار أن الجهاد الإسلامي منفردا لديه القوة الكافية لإدارة نار لا تصل إلى مستوى حد الحرب دخول حماس يعني دخول حد الحرب وبالتالي لا ترغب الفصائل الفلسطينية برفع سقف المواجهة إلى مستوى الحرب لأن ذلك يعطي إسرائيل ميزة باستخدام قوة أكبر وبالتالي خسائر أكبر للشعب الفلسطيني أما عندما يكون هذا العدوان يواجه بهذا الحجم من النار فبدون تدخل الفصيل الأكبر والذي يوجد في السلطة هنا في غزة فإنه لا يعطي مبررا لإسرائيل برفع مستوى العدوان إلى مستوى الحرب وبالتالي تبقى إسرائيل ضمن استراتيجية المقاومة وتستطيع المقاومة في النهاية إملاء إرادتها على الاحتلال ما يجري عمليا هو تعبير عن إرادة شعب يرفض الانكسار ويرفض أي إملاءات من الاحتلال الإسرائيلي هناك توازن تم في القاهرة من خلال هدنة تعاقدية ولن تقبل المقاومة ولن يقبل الشعب الفلسطيني وأسمح لي أقول بأن هذا الرد هو أصلا يأتي ضمن إجماع وطني ورضى شعبي عارم وأيضا الحكومة إجماع وطني في غزة تقصد؟ نعم هناك إجماع وطني والفصائل الفلسطينية قبل يوم واحد كانت هناك في اجتماع وأعطت المقاومة حق الرد وبالتالي اليوم الحكومة وبالأمس أصدرت بيانا وعبرت وقالت بأن أدانة العدوان الإسرائيلي وأيضا أعطت المقاومة حق الرد على الاحتلال الإسرائيلي والتمادي في عدوانه وبالتالي كما يجب الإشارة إلى الرضا الشعبي رغم أن الشعب كله هنا يدرك بأن الرد الإسرائيلي كان أكبر من الذي جرى كان هناك توقعات أكبر من الرد الإسرائيلي الذي جرى على مناطق مفتوحة وأيضا محسوبة ولا استدعي ردا إضافيا من المقاومة وبالتالي ما جرى عمليا هو ضمن إجماع وطني وضمن توافق وطني ولا يعتبر خروجا عن الإجماع الوطني بالمطلق دكتور غسان ما رأيك؟ هل بالفعل هناك إجماع وطني على مسألة أنه للفصائل الحق في الرد وأطلاق هذه الصواريخ؟ وأنه كمان هناك رضا شعبي على هذه المسألة؟ كيف تعلق على ذلك؟ برأيي المسألة ليست بهذه البساطة وليست بهذه المثالية في تقديري بأن كل الطرفين حماس والجهاد لم يكن لهم خيار في طبيعة السلوك الذي سلكاه أولا أنا أتفق بأن الطرف الذي بادر بالاستفزاز وبالتصعيد هذه المرة كما هو معروف للجميع هو الطرف الإسرائيلي وقد بادر باغتيالات موجهة لقادة من حركة حماس قادة من حركة أو قادة ميدانيين من حركة الجهاد الإسلامي في هذه الحالة الجهاد الإسلامي لا يستطيع إلا أن يرد لأن الارتئالات إذن كان الطرف صعيد هو من جانب إسرائيل دكتور غسان لماذا يدين الرئيس أبو مازن إطلاق الصواريخ من غزة؟ لا هو أبو مازن أدان العدوان الإسرائيلي وكذلك انتقد إطلاق الصواريخ وهذا ليس موقف جديد أبو مازن دائما يعتبر بأن هذه الصواريخ لا تقدم ولا تؤخر وهذا موقف ليس جديد إنما اليوم صدر تصريح من نتنياهو انتقد فيه انتقاد أبو مازن للعدوان الإسرائيلي وطلبه بأن ينتقد أيضا الصواريخ الصادرة من حماس ما أريد أن أقوله أنه لم يكن لحماس خيار في أن تسمح أو لا تسمح للجهاد بالرد لأنه لو قامت حركة حماس بمنع الجهاد من الرد لأحرج ذلك موقف حركة حماس في قطاع غزة إلى أبو حدود وبالتالي العدوان الإسرائيلي تطلب أو فرض على حركة جهاد الرد ولم يسمح الأمر لا يسمح الأمر لحركة حماس بمنع الجهاد من أن تقوم بهذا الرد ولكن بالمحصلة الأمر ليس في صالح حركة حماس لأن عادة حركة حماس ترغب بالظهور بأنها الجهة الرائدة والقائدة في عملية المقاومة علما بأن في هذا التصعيد الأخير لم تكن هي الطرف الرئيسي أو القائد أو المبادر في المواجهة وهذه أول مرة يكون هناك فيها مواجهة هي ليست كبيرة كالاعتداءات السابقة ولم تتطور إلى حرب هذا صحيح ولكن في هذا التصعيد المحدود الذي جرى لأول مرة لم تكن حركة حماس في الصدارة لم تكن حركة حماس هي الطرف الأساسي في المواجهة ولا الطرف الأساسي في عملية المفاوضات ويعود ذلك إلى أن إسرائيل بادرت بالاعتداء على قادة الجهاد ولم يكن بمستطاع حركة حماس أن تمنع الجهاد وربما أن حركة حماس ليس في وضع يجعلها راغبة في التصعيد من جانبها لأنها تعيش ظروف صعبة بالمجمل لاعتبارات كثيرة داخلية وفي المحيط طيب دكتور غسان وباقي الضيوف سنتوقف مع فاصل الأخير نعود بعده لأن أطرح السؤال هل ستبقى العمليات محدودة بالفعل وهل من صالح جميع الأطراف أن تبقى كذلك والسؤال الآخر هو هل حماس هي الطرف الخاسر سواء بالرد أو بعدم الرد بعد الفاصل نواصل الجزء المتبقي من هذا الحوار حول إسرائيل وغزة وساطة مصرية لتفادي المواجهة العسكرية دكتور حسن هل بالفعل ستبقى هذه المواجهة الأخيرة محدودة عند هذا الحد ما الذي يمنع أن تتفاقم الأمور وتصل إلى مرحلة خطيرة ربما تشبه ما حدث في 2012 ليس هناك مصلحة لأي طرف سواء كان الطرف الفلسطيني حماس أو الجهاد أو الطرف الإسرائيلي أو حتى السلطة الفلسطينية أو مصر في أن يكون هناك تصيد إسرائيل هي التي تضبط الإقاع كما سبق أن قلت هي تستخدم الصواريخ التي تطلق بين الحين والآخر كزريعة للتأكيد على أن الفلسطينيين ليسوا جدين في عملية التسوية وأن هناك تهديد إسرائيلي ما زال مستمرا وهي تحاول بهذه الطريقة كسب الوقت لكي تأكل الأرض الفلسطينية كل يوم من خلال عملية الاستيطانة التي لم تتوقف وبالتالي الصواريخ هي ليست من منظور إسرائيل على الأقل هي لا تنظر إليها باعتبرها أداة ردع وإنما باعتبرها وسيلة يمكن أن تتوظفها إسرائيل للتأكيد على أن إسرائيل ما تزال مهددة من جانب الفلسطينيين لكنها من الناحية العملية هي أداة لاستهلاك الوقت والاستمرار في التسويف وفي عدم الوفاء بالاستحقاقات العملية السياسية لأنها لا تريد أي تسوية سياسية في واقع الأمر وبالتالي الوضع الحالي يريح إسرائيل تماما وهي تعرف أنها كلما شددت الضربات على المقاومة ستقوم المقاومة بالرد بعدة صواريخ هنا أو هناك عادة محدودة التأثير ومحدودة الخسائر ثم يتوقف الوضع وهي تعرف أنه إذا زادت الأمور عن حدها سترد إسرائيل بشكل أعنف ثم ستعود الأمور إلى سيرتها الأولى لتبدأ جولة جديدة من التسويف والمزيد من الاستيطان إلى آخر وإذن الوضع الحالي هو وضع مريح جدا لإسرائيل على جميع الجبهات والخاسر في النهاية هو كل الأطراف الفلسطينية سواء كانت الفصائل التي تقاوم أو الفصائل المشتبكة في تسوية تبدو عباسية أيضا ولا أفق لها وإسرائيل كما قلت في النهاية هي الطرف الرئيسي المستفيد أستاذ حسن هل بالفعل حماس يعني بغض النظر عن ما تفعله سينظر إليها على أنها الطرف الخاسر سواء وافقت عن الرد سواء سمحت بإطلاق الصواريخ أو سواء وافقت على الهدنة اسمح لي أولا أن أوضح أن رد سرايا القدس ليس ثأرا لمجموعة استشهدت في التصدي لاجتياح داخل قطاع غزة وإنما هو ردا على عدوان طالب ضفة الغربية وقطاع غزة أولت أمس أما فيما يتعلق بالصواريخ فأعتقد أنها استطاعت أن تحقق معادلة توازن وحفظت أمن قطاع غزة وعطلت قدرة الجيش الإسرائيلي على الاعتداء اليومي أستغرب هذا التقييم من الدكتور حسن فيما يتعلق بالصواريخ التي أنجزت عمليا وحققت أمن كامل لقطاع غزة وأوجدت حال التوازن مع الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي لا يمكن الوصفها بأنها صواريخ عبثية ولا تؤثر في التجمعات السكانية التي تستطيع المقاومة من خلال الصواريخ تعطيل الحياة اليومية بالكامل في أكبر تجمعات السكانية للاحتلال أما فيما يتعلق بأن حماسيا الخاسر من دخولها المعركة أو عدم دخولها أعتقد أن هذا التقييم أيضا ليس واقعيا حماس تستفيد في كل الأحوال باعتبار أن لجم الاحتلال الإسرائيلي على العدوان هو مصلحة فلسطينية حقيقية وأيضا العودة إلى التوازن السابق هي أيضا مصلحة فلسطينية وتحفظ أمن قطاع غزة أما فيما يتعلق بأن حماس هي رائدة للمقاومة فهذا لا يضير فيما يتعلق بالعلاقة بين حماس والجهاد أشرت إلى أن هناك مقاومة ذكية تسمح بالعمل بما قام به الجهاد الإسلامي دون الارتفاع إلى مستوى الحرب لأن مستوى الحرب يعطي إسرائيل ميزة أن تستخدم كامل قوتها وبالتالي عدم تدخل حماس أحيانا هو يخدم المقاومة وبالتالي ليس من المستبعد أن يكون ذلك نوع من التكامل بين الحركتين وإدارة للنار مع الاحتلال استطاع الجانبين أن يجنب قطاع غزة من ردود كبيرة كما جرى عمليا فيما تم الرد على إسرائيل وإعادتها إلى مربع التهدئة من جديد دكتور غسان ما رأيك بهذا المفهوم المقاومة الذكية الذي طرح الأستاذ حسن هل بالفعل هذا ما يجري إطلاق الصواريخ يمكن بالفعل أن تؤمن الأمن للقطاع وأن تردع إسرائيل وتعطي القدرة الجيش الإسرائيلي على القيام بالاحتداءات اليومية بدون أن يصل الأمر إلى مستوى الحرب أو العمليات العسكرية الكبيرة المعطيات المتاحة أمامنا التي تتيح لنا تحليل الوضع تشير إلى أن الطرف الإسرائيلي هو الطرف المبادر في هذه التصعيدات وهو الطرف الذي يمكن أن يتراجع عن هذا التصعيد ويسمح بتهدئة الوضع والأطراف المقاومة في قطاع غزة بالدرجة الأولى تقوم بردود فعل سواء للدفاع عن قطاع غزة أو لوضع حد للعدوان الإسرائيلي أو غير ذلك لكن الطرف الإسرائيلي هو الطرف المبادر وأنا أتفق مع تحليل الدكتور حسن في أنه لإسرائيل في هذه المرحلة مصلحة في التصعيد وبالتالي تقديري وتوقعي هو أنه إذا لم يكن هناك حنكة في قطاع غزة لاجتناب الذرائع وسحب الذرائع كما يقال وإذا لم يكن هناك استمرارية في الجهد المصري وتجاوب في قطاع غزة مع الجهد المصري فإن لإسرائيل مصلحة وظروف مواتية لكي تقوم بعملية تصعيد في هذه المعارك المحدودة نسبيا حتى الآن لأسباب سياسية تتعلق بمحاولة إسرائيل الهروب من الوضع السياسي الغير مريح الذي تجد نفسها به على المستوى الدولي وعلى مستوى عملية السلام وبالتالي هناك الوضع مرشح للتصعيد ما لم يكن هناك حكمة في التعامل مع الموضوع وتجاوب مع الجهود المصرية دكتور حسن في أقل من دقيقة لو سمحت مسألة وصف الصواريخ بالعبثية كما قال الأستاذ حسن قد لا يبدو منطقيا هو يقول أنها تعطل قدرة إسرائيل على الاعتداءات على القطاع في أقل من دقيقة رئيس السلطة الفلسطينية هو الذي كان يستخدم هذا التعبير وتعليق على ما تفضل به الأستاذ حسن هو أن اختزال القضية الفلسطينية في قطاع غزة والقول بأن الصواريخ حمت غزة من الاحتلال الإسرائيلي أنا أعتقد أن هذه الاستراتيجية ليست صحيحة القضية الفلسطينية لا تتجزى والمسألة كلها هي مسألة الضفة إسرائيل لها أطماع أساسية في الضفة هي لا تريد من غزة شيئا هي تريد أن تلقي بهذه الحمولة على الطرف المصري ونحن نعرف المخططات الإسرائيلية في هذا الشأن وبالتالي على الطرف الفلسطيني أن ينتبه إلى أن القضية الفلسطينية أكبر بكثير من موضوع قطاع غزة وليست المسألة هو الرغبة في إقامة دويلة إسلامية في غزة القضية الفلسطينية أكبر من هذا بكثير وعلينا أن ننتبه شكرا لك دكتور حسن نافع أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة كان معنا من القاهرة شكرا لضيفنا من رمالة الدكتور غسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت وشكرا لضيفنا من غزة الأستاذ حسن عبدو الكاتب والباحث السياسي